صباح الخير وسعادة على كل زمال كوية في كل مكان نهاركم أبيض مشاهدين الأعزاء وأهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة ويوم بنبدأ مع بعض يوم آخر أيام هذا الأسبوع يوم الخميس عشرين يوليو حلقة جديدة من برنامج نهارك أبيض في حكمة عظيمة كده بتقول إذا خانتك قيم المبادئ فحاول ألا تخونك قيم الرجولة فمن ليس له مبدأ ينتهي من حيث يبدأ الحقيقة أن الحكمة دي شفتها أوقع حاجة على اللي بيحصل في الوسط الكروي حاليا يمكن خلينا نقول كفاية شعارات للاستهلاك المحلي كفاية شعارات للضحك على الدقون زي ما بيقولوا لأنه لك جمهور بقى بيصدق الكلام ده ولا حتى أنتم مصدقين نفسكم حضرتك مش محتاج تبرر حاجة لحد يعني أنت مش محتاج تبرر حاجة لحد أنت بتدور على مصلحتك عايز جدا حتى لو على حساب المبادئ والقيم وده لا يعيبك في شيء أنت حر لكن اللي يعيبك بجد هو أنك تفضل تتدعي أنك عندك كتالوج المبادئ الوحيد والحصري في السوق وأنه محدش يقدر يتكلم معاك لأنك أستاذ أدب ومسطر أخلاق في نفسك هي دي المشكلة حقيقي الموضوع بقى قيمة في الاستفزاز لأنه باختصار شديد مشكلة أي مشجع زمالكية وده لأسي مش فاكرة أن بطولة راحت منه ولا حتى أنه لعيب نادي الزمالك هو اللي صنعه بعد كده تاخد منه عن طريق كبري والكلام ده لا في النهاية الكرة يوم ليك واليوم الثاني عليك وإحنا شايفين كذا ملكوية أنه اللعيب اللاعب اللي ما يحاربش عشان يلعب لزمالك ويخون العيش والملح ويخون العشرة لا يستحق الندم دقيقة واحدة عليه لكن المشكلة الحقيقة هنا بالنسبة الجماهية النادي زمالك هي يمكن كمية العنجهية الفرغة كمية حب الإدعاء يمكن اللي دايما بنشوفه عند البعض أنا بشجع نادي أنا بشجع نادي وأنت بتشجع نادي تاني مفيش مشكلة مفيش أي مشكلة لكن ما ينفعش يكون المبدأ عندك أن لو لاعب سابك أنت واختار نادي منافس يبقى اللاعب ده بتاع فلوسه بتاع مصلحته والمبادئ بتقول أنه هو ما يرجعش وأحلى كلام بتقال على المبادئ ولما لاعب تاني يجي لك من عندي بنفس الطريقة اللي اللاعب بتاعك أنت سابك بيها والنفس الهدف اللي اللاعب بتاعك سابك عشانه يبقى ساعتها نرفع شعارات الاحتراف وأكل العيش ولا التعصب والدنيا جميلة وزي الفل لا ده ما اسموش احتراف ده اسمو كيل بميكيالين والقصة دي مش مش وليدة اللحظة ولا وليدة صفقة ولا موقف أخير حصل بنمر بيه لا قصة دي قصة قديمة وليها وصول من زمين جدا ومش هنروحي ببعيد مش هتكلم عن حاجات بعيدة أنا أتكلم لسه من سنة فاتت بالزبط من سنة وسنتين فاتوا لما كان الزمالك بياخد الدوري كان وقتها بيتقال إيه بقى؟ كان وقتها الناس مع كلام بيتقال أصله دوري موجه وتحكيم سيء والإعلام كله زمالكاوي وكلام كثير جدا من يمكن البكائيات اللي مش بيكون ليها مبرر غير وقت بس ما يكون مصدرها أحمر فقط طيب السنة دي بقى اللي حصل لما الدوري روح للمنافس السنة دي هل صدل الكلام على الدوري برضو أنه هو دوري موجه والتحكيم سيء والإعلام كله زمالكاوي ولا الدنيا بيتقي دلوقتي لأ خلاص مش المصلحة رجع تاني والدوري رجع تاني يبقى النغمة تختلف تماما والوضع يختلف تماما والأمور تصبح كلها بمبي زي ما بيتقال أصبحنا دلوقتي بنتكلم عن إيه؟ كل بيكلم عن إيه؟ عن عبقرية كولر، زكاء الإدارة، حنكة المدرب، قدرات اللعيبة ولا كأنك دلوقتي كسبان مسابقة كان بقلك سنتين بتتهم أي حد معد من جنب المسابقة دي بالفساد بسبب أنك كنت بتخسر المسابقة دي ده فيما يخص المنافس إحنا بقى كزمالكاوية بتحداك أنا بتحداك لو لقيت أي زمالكاوي أتحدى أي حد يلاقي أي زمالكاوي أو أن تكون النغمة الزمالكاوية هي أن الأهل يخد الدوري السنازي بالتحكيم مش هتلاقي النغمة دي موجودة عند الزمالكاوية مش هتلاقي نغمة أصل درع الدوري موجه للجزيرة عن عمد عشان الزمالك بقاله سنتين بيفوز بيه مش هتلاقي النغمة دي عندنا عارف ليه؟ لأن جمهور الزمالك جمهور متصالح مع نفسه جمهور عارف كويس قوي حجم المشاكل اللي موجودة عندنا مدركين كويس قوي أنه كان صعب كان صعب وغير منطقي أن اللي يحصل سنتين وراء بعض ويستحيل لأنه هو كان يحصل أنه يستمر ثلاث سنين المستحيل كان صعب أنه يستمر لمدة ثلاث سنين لأنه الفريق عندنا عنده مشاكل كبيرة مشاكل فنية داخل الملعب ومشاكل عندنا كمان برا الملعب فخسارة اللقب كان الموسم ده أمر منطقي جدا لصالح باقي لصالح منافس مستعد جاهز مركز في الملعب وبس كل الأجواء مهيئة لي للفوز فهتلاقي أن كل الزمالكوية حقيقي مدركين أنه كان صعب أنه نفوز السنة دي بالدوري ومش هتلاقي أبدا زمالكاوي بيرمي يمكن الأخطاء على أي شماعة تانية أو بيعلق مشاكلنا على شماعات باختصار شديد جدا الصراحة مع النفس بتكون مطلوبة عشان تعرف تحتريني وأنا عرف كمان أحترمك لأنه مش عيب إطلاقها أنك تقول أنا بتاع مصلحتي أنك تطلع تقول أنا نادي بتاع مصلحتي أو أنا لاعب بتاع مصلحتي وبدور على مصلحتي ده مش عيب لكن اللعيب واللي بيخلي شكلك وحش قوي أنك تضحك على نفسك وعلينا كلنا تحت شعارات أفلاطونية مستفزة مش موجودة غير في خيال اللي بيرددها وبس هو ده حقيقي اللي بيكون عيب خلينا في الزمالك وفي اللي جاي الفترة الجاية واللي محتاجين نركز فيه جدا وهي البطولة العربية اللي خلاص فاضل عليها بالضبط أسبوع سبع أيام بالضبط وهينطلق حدث كروي إعلامي وجماهيري وتسويقي وتنافسي حدث ضخم جدا هيتابعوا قرابة 450 مليون مواطن عربي وهيكون فيه اهتمام وشغب كبير جدا بالحدث ده وهي البطولة العربية اللي بتضم كبار أندية الوطن العربي طبعا اللي بيشاركوا فيها طيب بالنسبة للبطولة العربية هيكون طبعا من السعودية الشقيقة البلد المستضيف للبطولة هيكون متواجد في البطولة أربع أندية الهلال النصر الشباب والتحاد جدا طبعا بطل الدوري الموسم الماضي ده أو دول هيكونوا الأربع فرق اللي هيشاركوا من المملكة العربية السعودية طيب تونس هيشارك منها الترجي الصفاقسي والاتحاد المنستيري ثلاث أندية هتشارك من تونس طيب المغرب هيشارك منها الوداد وهيشارك منها الرجاء المغربي طيب الجزائر هيشارك منها شباب لزداد وقطر هيشارك منها السد وليبيا هيشارك منها أهلي طرابلس طبعا بخلاف الوحدة من الإمارات الشقيقة هيشارك برضو في البطولة العربية العراق هيشارك منها فريق أو نادي الشرطة كمان الكويت هيشارك منها نادي أو فريق الكويت طيب أخيرا وليس آخرا طبعا نادي الزمالك العريق والكبير هيمثل الكرة المصرية كبطة للدوري المصري في آخر موسمين منتهيين في 2021 و2022 دي الأندية اللي هتشارك في البطولة العربية فأنت بتتكلم عن نخبة من كبار أندية العرب ملايين الملايين هتتابع البطولة ديت يمكن بطولة هتلاقي دعم كبير تغطية إعلامية هتكون مكثفة سواء تغطية إعلامية عربية عربية أو إقليمية أو حتى تغطية إعلامية دولية مش مهم دلوقتي كنادي للزمالك أن احنا نبص أن احنا متراجعين فنيا قد إيه مش عايزين دلوقتي نقعد نبص على السلبيات ونحنا نقعد نكئب نفسنا وإحنا دخلين على مرحلة جديدة أو على بطولة جديدة الأهم دلوقتي الأهم حاليا أنك تكون بقدر الإمكان مستعد ومهيئ نفسك كمان نفسيا للحدث الكبير ده كل لاعب رايح يشارك في البطولة دي لازم يكون مدرك مدرك نفسيا هو رايح فين وهيلاعب مين وبيمثل قبل كل حاجة بيمثل مين أنت بتمثل هناك الزمالك أمام الوطن العربي كله وأمام العالم كله فلازم تكون مهيئ نفسيا لحاجة زي كده